السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعجزين في حفل زفاف بمدينة اقادير وحسب ناشري الصور فالرجل المسن هو نزل دار العجزة بايت ملول تخلى عنه اهله بعد تقدمه في السن لكن القدر جعله يحظى بزيجة لم يكن يتصورها بعدما قدمت سيدة مسنة ميسورة وعاقدت قرانها عليها واقامت له حفل زفاف بادخ وأكرمته وأكرمت معه نزلت ونزلت دار العجزة بعرس كبير حضرت فيه كل مستلزمات الآلس المغربية من نقافة وعمارية وغيرها من الأمور الضرورية وفق تعبير أحد المعلقين على هذه الصورة وأضفت مصادر مقربة من الحفل أن السيد الرجراجي سينتقل للديار الأوروبية للعيش مع رفيقة دربه الجديدة بحكم عيشها هناك ومن جهة أخرى تفاعل ألاف المغاربة مع هذه البادرة واعتبرها مستحسنة سيما لما تختزله بين ثناياها من معاني ودلالات عميقة تحي روابط الصلة والتشبت بالأمل والحب وتؤكد على أن الخير ما زال يسري في دم وعروق المغاربة بعيدا عن العلاقات التي تغلب عليها المظاهر والمصالح وتمنى العديد من النشطاء الفيسبوكيين أن تتكرر مثل هذه المبادرات وينظر بعين الرحمة والرأف لهذه الفئة الاجتماعية المنسية وتمد لها يد العون وتنقذها من الموت البطيء الذي تعيشه وتذمض جراحها التي خلفتها أيدي أقرب الناس لهم شكرا على المتابعة نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر